بكرة منتخبنا الوطني هيلعب مباراة ودية أمام المنتخب الزنبي منتخب الزنبي هو في التصنيف الثالث في قرعة كأس الأهم الأفريقية غدا بطل سابق ليه كأس الأهم الأفريقية مع هيرفي لنار طبعا المدارب الفرنسي الشهير منتخب كويس جدا تصدر مجموعته في تصنيفات كأس الأهم الأفريقية اللي فيها كودي بوار هو اللي كان متصدر المجموعة بفرق الأهداف 13 نقطة و13 نقطة منتخب بالسهل عنده عناصر مهمة ومهمة جدا كمان فهي مباراة وبالمناسبة وأنا دايما برضو بكرر الكلام ده المباريات الودية المباريات الودية الهدف الأساسي فيها ما ببقاش النتيجة يعني أنت لو بتلعب مباراة رسمية حتى لو لقبت واحش وكسبت هقولك لا إحنا كيكا عايزين نكسب وخلاص أمانيش دعو بالأداء لكن المباريات الودية لها أهداف كثيرة آخر هدف فيها إنك تكسب المباراة طب إيه الأهداف الكثيرة دي؟ إنك تحط عينك على تشكيلة مناسبة تشتغل بيها في تصفات كسر العالم وكسر العام الأفريقية إنك تحط عينك أو تبدأ تحفظ اللعبين طريقة اللعبة اللي إنت عايز تشتغل بيها إنك تشوف مين اللي ينفع للمنتخب ومين ما ينفعش الفترة اللي جاية في تفاصيل كثيرة بتحصل أو المباريات بيبقى عايزة من المباراة الودية القوية مباراة زنبيا وبعدها مباراة الجزائر عشان بس الناس ما تضغطش في فكرة إنه إحنا ما كسمناش وقصت غلمنا من تونس وإحنا عنا نتغرب تاني ولا إيه نكسب أو نخسر مش دي الحكاية المهم الراجل في الآخر يطلع مستفيد عشان لما نلعب مباراة رسمية نكسب أنت ممكن تكسب في الود دي وما تكسبش في الرسم ممكن تكسب في الاتنين يعني مش بقول إنه عيب إنه حنكسب في الاتنين بس الأهم بالنسبة لنا الرسم فخلوا الراجل يشتغل وإن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراةين مباراة زنبيا والجزائر طيب تشكيلة منتخم مصر المتوقعة لهذه المواجهة مواجهة زنبيا غدر إن شاء الله تعالى أقول لك عليها محمد الشنوي في حراسة المرمى أحمد فتوح ومحمد عبد المنع معالي جبر ومحمد هاني في خط الدفاع حمدي فتحي وطارق حامد ومحمد النني في وسط الملعب تريزيجي ومحمد صلاح ومصطفى محمد في خط الوجوم دي التشكيلة الأقرب لمنتخبنا الوطني على ضوء ما يحدث في التدريبات هناك الآن في مدينة العين الإماراتية عفوا طيب بكرة عمر مرموش زي ما قلت لكم مش هيبقى جاهز مية في المية كانوا أصيب صابة خفيفة في آخر مباراة لهم مع انتراكت فرانكفورت في الدوري الألماني وبالتالي الأقرب في السلاسي اللجومي بتتكلم فيه مصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجي خد بالك ودائما يعتمد على مرموش ميدي له درجة زيادة عن تريزيجي بس بما أنه مرموش مش جاهز فتريزيجي هو اللي بقى موجود ترجمة نانسي قنقر